أعلنت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية عن إمكانية رحيل اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله عن ناديه الاتحاد السعودي. وأوضحت المصادر أن استبعاد المهاجم المغربي جاء لأسباب فنية وليس بسبب الإصابة مؤكدة أن حمد الله طلب بشكل مفاجئ الرحيل وذلك لعدم رغبته في الجلوس على مقاعد البدلاء في الوقت الذي بات يعول فيه المدرب البرتغالي على المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة. وقال البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد عن سبب غياب حمد الله عن المباراة موضوع حمد الله هو شأن داخلي سنعمل على حله مع النادي ومع الأشخاص لامناء وسيبقى في الاتحاد من يريد البقاء. وغاب حمد الله عن التشكيلة الأساسية للاتحاد التي خاضت المباراة ضد الهلال أمس السبتة في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية. وكان الاتحاد قد أقص من ربع نهائي البطولة العربية عقب هزيمته أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. ترجمة نانسي قنقر